اهلا بكم ذاك الكرآن الكريم نزل به الروح الامين على خير المرسلين بلسان عربي مبين سبب نزول الكرآن الكريم باللغة العربية ان اللغة العربية هي اغنى لغات العالم من حيث عدد الكلمات يصل عدد الكلمات في اللغة العربية تقريبا 12 مليون كلمة بينما اللغة الانجليزية يصل عدد الكلمات الى 600 الف كلمة ولك ان تتخيل خلونا نشوف فعله واحد والمشتقات منه ومعانيل كتيرا متنوعة فعل اقامة ايام ما كنا في المدرسة في سنة اولة ابتدائي كان المدرس بيعلمنا اركان الاسلام الخامسة وتاني ركن كان اقام الصلاة وبعد كده ربنا قرمنا وبقينا نقرأ في المصحف في اول صورة البقرة ذكر صفات المتقين منها ويقيمون الصلاة وكان دعاء سيدنا ابراهيم لذريته ربي جعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وبالوادي المقدسة كلم الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام وقال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ومن انساش وصية سيدنا لوكمان لابنه يا بنيا اقم الصلاة يا ترى لاحظت حاجة من كل ده تجد ان الصلاة في القرآن الكريم دايما مرتبطة بمشتقات الفعل اقامة مرة يقيمون ومرة اقامة ومرة اقم وسؤال مباشر ليا والحضرتك يا ترى احنا فعلا نقيم الصلاة كما يحب الله عز وجل ولا مجرد بنقدي حركات الصلاة مع ترديد بعض ايات الكرآن الكريم والذكر الحكيم واحد بيسأل طب وايه الفرق بين الاثنين اقمت الصلاة ولا قديت الصلاة الاثنين زي بعض لا مش زي بعض وعلشان تعرف الفرق بين الاثنين لازم تعرف ازاي السلف الصالح كان بيصليه احد السلف الصالح لما كان يقوم للصلاة كان بيرتعد ويصفر وجهه فسألوه عن السبب فقال اني واقف بين يدي الله عز وجل وحق ليه هذا مع ملوك الدنيا فكيف الحال مع ملك الملوك وفي الحديث الشريف ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم عمر الصلاة ما كانت مجرد حركات خالية من المعنى والروح او ترديد لبعض الكلمات بعد ما تيقننا من قصور الصلاة عندنا خلونا نعرف معاني الفعل اقامة اول معنى هو الدوام والثبات وتاني معنى للفعل اقامة يعني وفاها حقها وتالت معنى يعني جد وشمر واقامها دون تأخير ولا تقسير ورابع معنى يعني قومها وعدلها شفت اقامة لها كذا معنى ازاي وخامس معنى للفعل اقامة يعني خشعة بين يدي الله عز وجل وسادس معنى للفعل اقامة والاخلاص لله عز وجل في الذكر والدعاء والثناء والسابع هو التدبر في كل ما يقوله الامام وما نقوله اثناء الصلاة واخر معنى للفعل اقامة هو اتمام اركنها وواجبتها وسننها وادبها ومواقيتها كده يبقى اقامنا الصلاة هي دي الصلاة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها ان الله عز وجل جعل كرة عيني في الصلاة وكده نقدم نفهم معنى ارحنا بها يا بلال ذات مرة قيلة للصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه ان رجلا يطيل في الصلاة فقال ان الصلاة لا تنفع الا من اطاعها ثم قرأ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وايه الفايدة من صلاة في المسجد بعدها كذب وغش واكل الاموال الناس بالباطل سبب دخول اندونيسيا في الاسلام اكبر دولة اسلامية هو حسن معاملة التجار المسلمين فلا تكن فتنة للذين كفروا وعدم دخولهم للاسلام بسبب سوء المعاملة جزاكم الله خير